كمان تابعوا دهير اللي حيشيروا فهيشوفوا عدد أكبر كمان من كده بكتير والحقيقة ملفة السياحة الرياضية احنا دايما بنتكلم عنه من خلال قناة النادي لأهلي ولا سيامة من خلال عشرة الصبح في الأهلي لأنه الحقيقة ملفة في المتها الأهمية والأهم من كل الكلام ده احنا عندنا في بلدنا كل المقومات اللي تكفيه فعلا ان احنا نتسايد العالم فيما يتعلق به مسألة تنظيم الفعاليات الرياضية المختلفة لقطة واحدة يعني متاخدش دقايق معدودة لكن هتلف العالم كله هتعرف العالم كله بمصر هتوري الجمال اللي موجودة عندنا والكلم ده مش بس على اللقطة الخاصة بلوكا مودريتش واللقطات التي تابعناها محضراتكم عموما لما بيجي عندنا أبطال في الرياضات المختلفة ويلعبوا في بطولات يعني بتنظمها مصر على أرضها في أماكن كتيرة سياحية شرم الشيخ الغرداء القاهرة تحت صفح الأهرامات أماكن كتيرة جدا كلها بتكون النتيجة بتاعتها فعلا مبهرة لكل الحضور كل المشاركين في الفعاليات اللي بيرجعوا بيوشيدوا بمصر بيوشيدوا بالجمال اللي موجودة عندنا احنا نقدر لما نحب بنقدر وبنعمل بالفعل وكمان من ضمن الحاجات اللي خطفت أنظار الناس كتير في هذه البطولة الحقيقة الاستاذ ذات نفسه يعني استاذ مصر في المدينة الأولمبية في العاصمة الإدارية الجديدة نقدر نقول تحفة معمرية بكل ما تحمله الكلمة من معنى والكلام ده مش انطباعنا الشخصي حاجة مشرش وكمان المدرجات لها تصميم مبهر جدا بتتسع بالمناسبة لـ 92 ألف متفرج فبالتالي النتيجة نحن بنتكلم على أكبر استاذ رياضي في مصر وفي منطقة الشرق الأوسط بالكامل في مكاسة تانية كمان كتير من خلال هذه البطولة الحقيقة من ضمنها أن هي بتقام ضمن برنامج الاتحاد الدولي لكرة القدم يعني طبعا كبطولة ودية بكرة إن شاء الله يعني النهائي هيكون على استاذ مصر اللي بنحكي عنه بين منتخبنا الوطني وبين منتخب كرواتيا الماتشا هيكون الساعة 10 مساء طبعا حضراتكم أكيد متابعين من البداية وعارفين منتخبنا كان حجز بطاقة التآهل الأولى ليه لنهائي كأس عاصمة مصر بفوزه على نيوزيلندا بهدف دون رد فيما تأهلت كرواتيا على حساب تونس بالفوز عليها بركلات الترجيح 5-4 بعد طبعا ما انتهى الوقت الأصلي بينهم بالتعادل السلبي عموما خلونا نشوف تقرير ناخد فكرة من خلاله عن استعدادات منتخب مصر